إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدًا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار وبعد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامع السنن وذكر الحديث العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي يَبْنَ آدَمْ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَا السَّمَاءَ ثُمَّ استَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي يَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَاياً ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشِرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرًا وهذا الحديث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه مجموعةٌ من الفوائد والمواعظ وأعظمها وأهمها ثلاث فوائد الفائدة الأولى فضل الدعاء والرجاء وأن الدعاء والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد مغفرة الله تعالى لذنوبه لذلك قال يا ابن آدم فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي كما قال الله تعالى عن آدم عليه السلام وعن حواء كما في سورة الأعراف قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال سبحانه عن سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له فلذلك العبد يسأل الله المغفرة إذا وقع في الذنب وقع في الخطيئة وقع في الإثم وقع في المعصية وسأل الله المغفرة ورجى رحمة الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سوف يغفر له ذنبه قال جل في علا في سورة الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وقال في سورة الحجر نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال في سورة الزُمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي تجاوزوا الحد يقع في الذنب ويقع في الذنب ويقع في الذنب ويُسرف على نفسه في جانب النواهي فيرتكبها كما قال ابن عثيمين ويُسرف على نفسه في جانب الطاعات والأوامر فيُخالفها ويُضيِّعها قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال السعدي رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا من الشرك والكفر والمعاصي والآثام أي لمن تاب منها لأنه سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن وقع في الشرك ومات على الشرك كما قال تعالى في سورة محمد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم أما إن تابوا وندموا ورجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وسألوا الله المغفرة فإنهم يجدون ربهم سبحانه وتعالى غفورا رحيما كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب يغفر الذنب لأنه هو الغفور الرحيم ويأخذ بالذنب أي أنه قادر على أن يعاقب على هذا الذنب ومع قدرته على المعاقبة مع ذلك يغفر سبحانه وتعالى قال أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني فاستغفرني ثم عاد العبد فوقع في الذنب أو أذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني ثم عاد فأذنب فقال رب اغفر لي أي ذنبي فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فاستغفرني غفرت لعبدي فليفعل ما شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر والغرغر الصوت الذي يكون عند خروج الروح لذلك يتوب العبد إلى ربه ويسأله المغفرة ويدعوه ويرجوه سبحانه وتعالى ويتيقن تماماً أنه جل وعلا قادر على مغفرة الذنوب والخطايا الفائدة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء قال النووي رحمه الله قال بعض العلماء عنان السماء أي السحاب ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا يبالي الله سبحانه وتعالى لأنه لا أحد يأمره جل وعلا ولا أحد ينهى لا يسأل عما يفعلوا وهم يسألون يغفر ويرحم ويهب بغير حساب لأنه أكرم الأكرمين جل وعلا لذلك يتوب العبد إلى ربه ويندم ويرجع ويستغفر الله قال نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه أو كما قال حتى تطلع الشمس من مغربها أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليلة في كل ليلة من الليالي في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى ويقول هل من سائل هل من داع فأستجيب له لذلك قال ابن النحوي رحمه الله تعالى ويروى هذا عن الإمام الشافعي قال طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجده وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك يروي كل من يرد أسأل الله بأسماءه الحسن وصفاته العلا أن يتوب علينا وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبي ومن سار على ناجي واقتفى أثرا وبعد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قال النووي رحمه الله ما يقارب ملأها وقال بعضهم ما يقارب وزنها هكذا قال النووي عليه رحمة الله تعالى إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون ما الفائدة وماذا يجني العباد إذا فعلوا هذه الأمور والأوامر قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إذا لقي العبد ربه يوم يلقاه ووقف بين يديه ويسأله سبحانه وتعالى قال أبو العالي من أئمة التابعين قال سؤالاني يسأل عنهم الخلائق يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ماذا كنتم تعبدون هل كنتم تعبدون الله وحده وتفردونه بالعبادة لتنالوا الفوز الأعظم يوم القيامة ولتدخلوا جنة الله ولتبتعدوا عن ناره سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتبان في البخاري ومسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقال في البخاري من رواية أبي هريرة أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة لما سأله أبو هريرة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وفي البخاري ومسلم من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فمررنا بجبل ومررنا بحصباء والحصباء حجارة سوداء في العرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال أي قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وأشار عن يميني وشمالي ومن خلفي ثم قال يا أبا ذر ما وددت أن لي مثل هذا أي الجبل ما وددت أن لي مثل هذا أو ما أحب أن يكون لي مثل هذا ذهبا إلا أن أقول بي هكذا وهكذا وهكذا وأشار عن يميني وشمالي ومن خلفي ثم تقدم فقال يا أبا ذر مكانك لا تبرح مكانك قال أبو ذر رضي الله عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى في ظلمة الليل فسمعت ضجيجا أي صوتا فخفت عليه فأردت أن ألحق به فتذكرت قوله مكانك أبا ذر يعني يا أبا ذر إلزم مكانك قال ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما هذا الصوت قال أو قد سمعته قلت بلى سمعته قال هذا جبريل أتاني فأخبرني أنه ما من أحد يموت من أمتك من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا إلا دخل الجنة قال قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قال قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قال قلت وإن زنا وإن سرق قال في بعض الروايات وإن زنا وإن سرق رغم أن في أبي ذر أي أنه سيدخل الجنة وليس معنى هذا أن يقع العبد في الزنا أو في السرقة فهذا من أعظم أسباب العذاب في القبر ويوم القيامة ولكن هذا الحديث يدل على عظم التوحيد لذلك إذا دعا الداعية إلى الله إلى التوحيد فقد صدق بينه وبين الله وصدق في نصعه للخلق وإلا كان غاشاً لمن يستمع إليه داعياً إلى نفسه كما قال ابن باز من دعا إلى التوحيد فقد دعا إلى الله ومن دعا إلى غير التوحيد فإنما يدعو لنفسه أم يعج فيها الشرك بالله تعالى يقع الشرك في الدعاء يدعون غير الله يقولون لربهم في الصلاة إياك نعبد وإياك نسعين يعاهدونه بألسنتهم ويخالفون بعقائدهم وظواهرهم وبواطنهم إذا خرج أحدهم من المسجد استغاس بالأموات إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل وإسماعيل مات وفارق الدنيا لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن غيره قال الله تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله وقال قل لا أملك قل إني قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته أستاذك يا فقير كما يقول البُرعي أستاذك يا فقير كون عند الذليل حقير إلى أن قال في كربك أنده بدغيثك جنده في كربك في كربك أنده بدغيثك جنده في الكرب يمسكون العبادة بغير الله يجعلون العبادة يعتقدون في غير الله ما لا يعتقد إلا فيه سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبهر تدعونه تضرعاً وخفياً لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون وقال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين تجد الشرك في العقيدة في علم الغيب يعتقدون أن فلاناً يعلم الغيب لذلك يذهبون إليه يقولون يا فلان ضاع منا الشيء الفلان وفقدنا الشيء الفلان والله تعالى يقول في القرآن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ويقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب ويقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يشركون بالله غيره في النفع والضر يعلقون التمائم والحجبات يعتقدون أنها تدفع الضر أو الضر أنها ترفع البلاء أنها تدفع العين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك وهؤلاء والذي رفع السماء يشركون بالله سراً وجهراً علانية وإخفاء يشركون بالله ويصدعون بالشرك بألسنتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأختم بهذا الحديث كما في البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى وهذا نص الحديث كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً وأهون أهل النار عذاباً من توضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه قال ابن عسيمين إذا كان الدماغ وهو أبعد الأشياء وأبعد الأعضاء عن القدمين يغلي من شدة حر النار فكيف ببقية الجسد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتذي به قال نعم قال لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك وأنت في صلب آدم إشارة إلى قوله تعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك وأبى هؤلاء الخلات وهؤلاء عباد البشر إلا الشرك بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم أهل السلسلة بناديهم فأبيت إلا الشرك حيين ميتين بناديهم قوماك يا علي للقدر علي مرب القوم شيخنا الجعلي الخلف الأربع أثنوا علي صديق وعمر عثمان وعلي قوماك يا أخي ناديهم لي رجال الله البزيل البي ومن الذي يزيل الذي بك من شر ومن الذي يعطيك النعمة ومن الذي يرفع عنك الشر والنعم كلها من الله وما بكم من نعمة فمن الله أسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلاء أن يبصرنا من عمى وأن يثبتنا على الحق المبين حتى نلقاه وأن يتجاوز عنا وأن يغفر عنا الزلل وأن يرحمنا وأن يدخلنا في زمرة أوليائه وأن يحشرنا مع نبي صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا